في رسالة من وراء زيارة المنفي إلى باريس وإلى القاهرة تلقى دعوة من الرئيس أردوغان المنفي لكنه عاد إلى طبرق نعم بالتأكيد هناك رسائل سيما أن هناك تقارب مصري تركي هذا الأمر انعكس إجاباً على الملف الليبي وخفض دعم المصري لخليفة حفتر ربما يسعى من خلال هذه المساعي محمد المنفي لتحييد هذه الدول أو على الأقل تخفيف الدعم لخليفة حفتر يعني دعنا نستذكر في بداية تولي محمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي وذهابه إلى مدينة بنغازي حفتر هو من أتى إلى محمد الورفلي وفرض نفسه على رئيس المجلس الرئاسي ليتم التقاط صورة معه ليظهر لأنصاره بأنه متحالف مع هذا الشخص في حين دائبت أو دائب شأن خليفة حفتر أن يأتوا إليه في مقره في الرجمة وهذه أول مرة يخرج من وكره في الرجمة وينتقل هو إلى المجلس الرئاسي سيزور تركيا قريبا محمد المنفي؟ ربما الأهم هو زيارة دبيبة وهو صاحب الصلاحيات الأكبر مجلس الرئاسي حسب مخرجات منتقى الحواب سرية كانت زيارة؟ سرية كانت زيارة؟ كانت سرية زيارة؟ دبيبة قام بزيارة لا تكن سرية كانت معلنة وكانت أول دولة قام بزيارتها سيد دبيبة لا لم يعلن عنها مباشرة قيل حينها أنه أول زيارة إلى القاهرة ثم تبين أنه زارة تركيا من قبل لا زارة تركيا في مرحلة أولى ولكن لم يكن لديه طاقم إعلامي منظم في تلك الفترة لأنه فورا تسلمه انتقل إلى تركيا وانتقى مع السيد رجب طيب أردوغان وهذا ما يعبر عن المسار الحكومة ورؤيتها أيضا في توازن في أداء الحكومة والمجلس الرئاسي حديثها عن تمسك بالاتفاقية الليبية التركية نعم إلى الآن لازل هناك تماسك ظاهر ولم يحدث حتى الآن وجود أي اشتباكات في الصلاحيات